السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم الفيديو اللي فات احنا قلنا ان احنا هنبدأ في موديول 2 وبدأنا ناخد الموضوعات الرئيسية او المكونات الرئيسية اللي بتتكون او بتندرج تحت الموديول ده وقلنا انه اول موضوع رئيسي هو البيلمتر سيكوريتي او تأمين المحيط وقلنا انه كل موضوع رئيسي حيندرج تحتي مجموعة من المواضيع الفرعية نهاردة ان شاء الله هنتكلم على اول موضوع معانا اللي هو الديدوس الديدوس يا شباب موضوع مش جديد من المفترض ان حضرتك تكون سمعت عنه او درسته او حتى اشتغلت عليه من جانب السيكوريتي لانه موضوع قديم الديستريبيوتد دينيل اوف سيربس موضوع قديم جديد يعني ايه قديم جديد هنتعرف مع بعض عليه دلوقتي وهنفهم يعني ايه قديم جديد الاول ايه هو بيعمل ايه هو مصطلح بيشير الى الحرمان من الخدمة او الحرمان من الخدمة الموزع او هجمات حجب الخدمة الفكرة ببساطة شديدة جدا انه مجموعة من البشر خلينا نركز في مصطلح او في كلمة البشر يومي اوكي مجموعة من البشر كده هو بيعني يبتفقوا مع بعض في تاريخ معين في زمن معين في وقت معين بيحددوا هدف معين ويبدأوا يشتغلوا عليه بهدف ايقافه تماما او خروجه من الخدمة الموضوع ده بيتم عن طريق ايه بيتم عن طريق انه باغراق الهدف ده او السيرفر ده خلينا نقول بسيل من الترافيك او بسيل من الريكويستس اللي جاي عليه فبالتالي هنا ايه اللي بيحصل الهدف او السيرفر لا يتمكن من انه هو يلبي الطلبات دفعة واحدة لو لاحظنا في السلايد اللي قدام نتيت هو هنا في البداية قال لي انه الهدف الرئيسي هو الهدف انه هو اصلا اصلا يحرمني من الوصول يحرمني من الخدمة زي ما قلنا عن طريق انه بيبعت ريكويستات كتير جدا لهدف او السيرفر اما من شأنها انه هي توقف عمل السيرفر ابسط مثل من الحياة لو حضرتك عندك واي فاي في البيت فبالتالي الواي فاي اللي في البيت ده من اللي بيستخدمه بيستخدمه اهل البيت طيب لو الجيران بقى تستخدمه مع اهل البيت لو الناس اللي في الشارع يستخدمه مع اهل البيت دفعة واحدة كده في حضرتك اكيد هتفهم انه الروتر او الواي فاي ديفايز مش هيتمكن من تلبية كل الريكويستات اللي جاية فهتحس بعملية بطء شديد جدا او حتى انه هو هيهنك ويقف ما يشتغلش اوكي هنا مايكروسوفت بتقولي انه في مراحل للوصول لعملية حلمانه من الخدمة المرحلة هي هنا بتشير لمصطلح جديد وهو هنا بقى اللي قلنا عليه انه مصطلح الديدوس قديم جديد قديم خلاص احنا عرفنا انه هو اه يعني كان مجموعة من الناس بتبتفئ والكلام اللي احنا وانا طب ايه الجديد الجديد انه بدأ يدخلي بقى الروبوت في الموضوع بدأ يدخلي الروبوت في الموضوع هنا كلمة بوت او مصطلح بوت تشير الروبوت اوكي يعني شلت الجانب الانساني او الجانب البشري وبدأت استعين بالجانب الالة الديفايز الكمبيوتر من خلال ايه من خلال ان انا انا كهاكر بدخل الجهاز ما عن طريق ان انا ببعث له بقى ايميل مشبوه عن طريق ان انا ببعث له رابط معين عن طريق انه برنامج كده غالبا غالبا بيحصل انه حضرتك لما بتعمل دول نود لبرنامج معين فيروح من جوه البرنامج ده او اثناء حضرتك بتتولود البرنامج اللي هو اصلا اصلا مش من جهة موثوقة او من ويبسايت كده يعني ماشي حالك فبينزل معاه التروجين اوكي البرنامج الخبيس او المصاب ده ده هنا بينزل ويعمل لنفسه فبالتالي بيحول جهازك او جهاز سين من الناس او صد من الناس لبوت جهازك ده بيبقى برعا عنه فبالتالي بيانتج عن مجموعة من البوت او مجموعة من البوت هنا بيشرح للمرحلة ديت ان البوت هي مجموعة من الديبايس او مجموعة متصلة بالانترنت او بانظمة الانترنت علشان تتحكم او كنترون انت يوزر وده وتدير اونر تتحكم تلقائيا من نفسها تتحكم في ايه فتتحكم بقى في عملية الوصول او عملية الاغراق او عملية السنت للريكوستات ديت من تلقاء نفسه هي متبرمجة على كده طيب دي اول مرحلة كده النتج عني بوت من خلال البرنامج اللي تم انزاله على الكهاز جميل البوت ده بيكون طرف من قدة اطراف في النهاية بتروح تهاجم الترجل زي ما احنا شايفينه اوكي يبقى باختصار شديد جدا هو هو نفس المفهوم ولكن خرجنا من جزء التحكم البشري لجزء تحكم غير بشري من طريق عن طريق استخدام الروبوت او البوت طيب احنا كده فهمنا المفهوم فهمنا هو شغل ازاي وفهمنا هو بيعمل ايه ماكروسوفت بقى هتقدمني حل صح وإلا ما كانتش كلمتني عنه أصلا وقالتلي ان انا ببروتكت او بحميك من الديدوس طيب ايه الحل بقى اللي ماكروسوفت هتقدمهني علشان تمنع الكلام قالتلي ببساطة شديدة جدا انا لما يجيني كاستومر من خلال البرتال عندي ويلاقي في وشه حاجة اسمها الديدوس بروتيكشن لان احنا عندنا توتير يا شباب اوكي عندنا سبيزيك وعندنا ستاندر قالتلي انه هنا لو حضرتك مفعل البروتكشن انا هعمل بوليسي هقوم انا ماكروسوفت ما لكش ده يعني انت كااااا كبورتال ادمن او كسيكيرتي ادمن ما تدخلش في عملي انت فقط روح فعلي او اعمل انا كماكروسوفت انا الجزء ده انا مسؤول عنه هعمل لك بوليسي هتروح مأسمالك الترافيك اللي جيدة لشقك هوزعه لك لمصارين وكأنها بتعمل ايه يا شباب وكأنها بتفتح لك مصار تاني في حالة شعورها بكمية ريكوستات او كمية ترافيك غير معتادة فبتروح مفعلالك مصار تاني خلينا برضو نفهمها بشكل من الحياة لو عندي طريق سريع طريق ده فجأة ازدحم مروريا كمية مركبات او كمية عربات او كمية سيارات ماشية فيه في المصار ده في الطريق ده يعني في نفس الوقت بكميات رهيبة جدا فبالتالي هنا المرور لما ييجي يعمل حل اما ان هو بيوقف الطريق شوية كده نص ساعة ساعة لحين الزحمة متفك شوية فبالتالي هنا هو بيحجب الخدمة عنك بيحجبها عنك مؤقتا او ان هو بيفتح لك المصار تاني وهي هنا ماكروسوفت اللي بتعمله لك وحفظت حالك مصار تاني عن طريق تأسيم الريكوستات ديت لتو بابليك اي بي هدي ابل بابليك اي بي رقم واحد بابليك اي بي رقم اثنين وبتبدأ توزع لك الريكوستات كأنها بتعمل عملية لود بالانسل يا شباب كأنها بتعمل عملية لود بالانسلج اوكي تماما هنا ماكروسوفت بتشير الى ان هي عندها اصدارين من الديدوس البيزيك حضرتك انت كده كده بتغدو وي ديفولت مفاعل سواء عملت انيبل لدي ديس بروتيكشن على البورتال او ما عملتش البيزيك انت كده كده بتغدو والستاندر الستاندر بقى هو القيمة المدفوعة او الاسدار الاعلى او المور بينيفيت اللي حضرتك بتفصل عليها من خلال ان انت تدخل تعمل لها امبليمنتيشن طب الفرق منهم الفرق منهم انه الستاندر هو اعلى واكتر مميزات لانه بيتيح لك بقى انه هو بيديك ريبورت بيتيح لك انه هو يحذرك من ان فيه هجمات او احتمالية هجمات جاية من خلال الاي اي من خلال البكاء الاصطناعي والتنبؤ بالمخاطر ماكروسوفت عندها سيستم اي 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 موجه للسيكوريتي بيتنبأ بالخطر قبل وقوعه فبالتالي بيروح يبعث لك اليرت من خلال بقى بورتال او نوتوفيكيشن او ايميل بيبعثوا لحضرتك بيقولك انتبه انه فيه هجمة جاية من المكان الفلان فهنا في البيزيك حضرتك مش هتحصل على الكلام ده ولكن هتحصل عليه من خلال التير او الستاندر تير وطبعا في حالة اختيارنا للستاندر تير او ان احنا هنينيبل للخدمة ديديوس بروتكشن عند مايكروسوفت فاحنا بنعمل عملية تخفيف او مايكروسوفت بتقوم بدورها فان هي بتخفف عني عب العجمات اللي جاياني عن طريق البروتوكول اتاك او اللي بتستهدف اصلا الطبق السابعة او الابليكيشن لير اتاك فبالتالي هنا بتقدمني بعض الفيتشر او كتير من الفيتشر والبينيفيت ما كنتش هحصل عليها باستعدام البيزيكسي طيب بعد كده او من ضمن برضو الفيتشر اللي بتقدمها لي مايكروسوفت علشان تشيل عني الضرر اللي هيقع علي من الهجمات الديو دوس ان هي بتفحص او بتتمكن من كشف التحايل اللي جاي عن طريق الباكت سواء باكت جاياني فعليا تالفة او باكت جاياني اساسا مليانة ريكوستات او باكت جاياني من موقع اصلا غير امن او غير موصوق به فبالتالي هنا زي ما قلنا باستخدام الاي اي اي او الزكاة الاصطناعي هي بتتعرف على العجمات دي تلقائيا وبتبتدي تتعامل معها وفق البوليسي اللي هي بتنشئها تلقائيا من ان هي بيتمانج الريكوستات دي او بتعمل عملية لوت بانسينج للريكوستات علشان الخدمة تظل قائمة وفعالة وما تصبش باي نوع من انواع الضرر او ما تصبش بتوقف اه لحين الاصلاح مثلا زي زي مثلا المثالين اللي احنا ضربناهم من الواقع الواي فاي والتحامل المروري او ان هي اه بتقدم لي فعليا او بتضمن لي فعليا استمرار الخدمة تحت اي صرف او تحت اي هجمة اه كياني اه يتم التعامل معها وبكده نكون عرفنا يعني ايه دي دوس تاك واتطور ازاي وبقى استخدم البوت وايه هو البوت وعليه يتعملوا ومايكروسوفت بتقدم لي ايه علشان اقدر اني اتفادى هجنات حجب الخدمة ما بقى ان احنا روح نعمل الامليمينتشن بدينا من البورتل هنروح مع بعض علشان نعمل لو روحنا كده على البورتل واستخدمنا اه السيرش بار كتبنا دي دوس هيطلع لي دي دوس بروتكشن بلان نخلي بالنا يا شباب نخلي بالنا انه قبل ما نعملها بس لو روحنا كده استخدمنا اي ريسورس مسلا وحبينا نطبق عليه البروتكشن لو روحنا مسلا لبجر نتورك واخترنا اي في نت عندي واللي يكون مثلا الكورس سيرفز ديت اللي احنا اشتغلنا عليها في كورس نتورك وقلنا هنا نزلنا تحت كده هنلاقي الخيار دي دوس بروتكشن هنلاقي دي سيبول هو مش دي سيبول يعني مش متطبق عليه لا الستاندر هو الدي سيبول احنا قلنا ان البيزك كده كده انت بتاخده فبالتالي انت هنا داخل عشان تفعل المستوى الاعلى من الامان فبالتالي هنا هتلاقيه دي سيبول اللي هو الستاندر هو الدي سيبول لكن انت كده كده زي ما احنا بنقول بتاخد البيزك طيب لو حبينا نفعل هيروح يقول لي طيب فين البلان بتاعتك هيكتشف ان مفيش اي بلان عندنا فهنضطر نروح للهوم زي ما قلنا ونستخدم السيرش بار علشان نروح على دي دوس بروتكشن ومنها هنقول له أنا محتاجة كده اي Recommended الموضوع Very simple فقط اني هختاري سوف نسومي الخدمة بتاعتي ممكن نقول مثلا وحطها في اي جروب. عفوا في اي ريجون. في اي ريجون. هو هنا بيقول لي يو كان كريات السنجل ديدوس. اه. 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 تو ريسورس ان اول اف يورب سبسكريبشن. يعني ممكن تعمل واحدة. ومش شرط تحطها في كندا تحطها في الاين دا تحطها في الاستيو اس. حطها مكان ما تحطها. وبعد كده هي هتطبق على السبسكريبشن كله. تمام كده? تمام. بعد كده هقول له لو لو حابين نستخدم التاج او نقول له كريات وريفيو. هيروح ياخد مني اه المعلومات ويروح ينشؤ لي خطة من نوع يا شباب من نوع camda standard. انتهى اهو. ممكن اقول له انا محتاج اروح بتاعتي. هيلاقي مجموعة من الاوبشن كده. وبعد كده لو رحنا او لو حبينا نطبق بقى على virtual network على ايي لسورس عندي. اه نروح مثلا لكندا ديت. نظيف البرواتكات الوضع التقنية ان اختار الامر و نقوم باشد ثم نضيف البرواتكات الوضع نقوم بالمشارة الوضع ليس لاحقاً اجبنا اجيداً و نضيف التواصف الامر خوصيح هنجبنا المشاردة و نضيف ممتازة للطبع انا بحمي ايه? هلاقي انه بحمي في نت وهيجيب لي اللي احنا بنحميها من خلال الخط ده ديك لو عندي فيرول ويحنا لسه ما تكلمناش عن فيرول او لسه ما عمل نهوش بايدنا ان شاء الله هيكون الفيديو اللي جاي وبعد كده بقى ممكن اطبقها زي ما احنا قلنا على اه ابليكيشن جيتوي على فيرول على كارت نتورك على فيرشول مشين سكيل سيت على لود بلانسر وزي ما قلنا انه بقدر اعمل وبقدر اتحكم في عدد من الريسورس واني احميها بشكل اه يعني ادفانست شوية عن الخطة اللي من نوع بيزيك ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه على الفيرول اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته